الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى لما يصدر عن العبد من التقصير والذنوب وهو من صفات المؤمنين المتقين كما قال تعالى في سياق الحديث عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فالمتقون وإن كانوا على الطاعة فإنهم يحرصون على الاستغفار لما قد يبدر منهم من تقصير في مقام العبودية ولما قد يصدر عنهم من ذنوب وفي الصيام فرصة كبيرة للحرص على عبادة الاستغفار وذلك لأن الأصل في الصائم أن يكون تائبا بعيدا عن المعاصي فيكمل تلك الحالة الإيمانية بالاستغفار طلبا للقبول كما أن الصيام من أسباب استجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم فيكون استغفاره أثناء صيامه من أسباب قربه من تحصيل مغفرة الله تعالى ويضاف إلى ذلك أن غالب المسلمين يستيقظون للسحور في رمضان ووقت السحر وقت مبارك يستحب الدعاء والاستغفار فيه كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر